أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للعلامة أن الدولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من قيادتها رشيدة وضمن دورها الفاعل في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المبلاكة العربية السعودية مستبرة في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني من خلال تنفيذ عملية إنسانية كبيرة ليصال المساعدات إلى المناطق المحررة جاء ذلك خلال ترأس معالي وفد الدولة المشاركة في اجتماع وزراء علام دول التحالف للدعم الشرعية في اليمن والتي عقد اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وأشار معالي إلى أن الاجتماعية في ظل الانتصارات النوعية التي تحققت وتطورات والأحداث المتسارعة في اليمن الشقيق وتواصل العبالية العسكرية والإنسانية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها لضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإيقاف التدخل الإيراني في اليمن ومنع تهريب الأسلحة عبر بناء الحديدة وكذلك تأمين الممرات المائية الدولية وإيقاف تهديد ميليشيات الحوثي لحركة الملاحة في البحر الأحمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر